الكتاب عناوينة كبيرة عند كتاب من كتب الوارد سيد ساشم السيادة الرفاعي وزيناه بشكل طريق رفع صوفيا أشرف لو أسأل طيقة أدق المسائل وانتو كنوا الباقي سيد المفاغر أهل الشرف صاحب ليد المرشد سيدة محمل أبهدى الصيادة الرفاعي شيخ محمل بها الدين الرواس آل خزام دين الرفاعي وهني محمود عبر الرحمن الشقفة وبعدين عبر حكيم السقبان الدمشقي وبعدين محيدين غنام وهبرة وهما والشسمة وعندكم ما شاء الله أكبر وعندكم بعد اللي طبعهم محمود محمد درة نسيب السقباني المهم هنا قال الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره إن قوة الأدلة لا تفيد إلا قدر إلا إذا قدر الله تعالى العبد الإيمان قلت فإذا لمع نور الإيمان في القلب اندفع ظلمات الشقوق وإن محمق يسوء الظن من الخاطر بالخلق ووقف النظر عن السقوط على ما يشين الخلق وانصرف إلى ما يستحسن إلا ما قامت الحجة لذا قامت الحجة القاطعة الحق فلا محيصة عن الحق وهناك أيضا فأساليب الشارع الشريف معلومة يعرفها العارفون ويجهلها الجاهلون ويحيد عنها حقدا ضلوا من هذا التفضيل علمنا أن طرق الشرع مع اختلاف جهاتها فالغاية فيها واحدا فمن فرق كلمة المسلمين بجاهله أو حاد بهم عن الطريق بسيفه فهو من المغضوب عليهم الظالين ولا عدوان إلا على الظالمين وقد وقع الأجماع على وجوب تقليد الجنيد بغداد الشيخ الصوفي والفقه في مدد تصوف كباقي الأمان ورجال مذاو كلهم أجمعين رفاع البداء والدسوخ والشادلي والقادر